السلام عليكم هشام العسكري من سيرفر 101 تحالف SFM يحييكم النهاردة الحقيقة شيء لازم الواحد يتكلم عنه لازم كل اللاعبين يلحقوا ويعملوه ويلحقوا يستفيدوا من الفعالية دي فعالية حزم هدايا الخصومات يا شباب الحقيقة هتلاحظ ان كميات كبيرة جدا منها بقت بدون فخر بعضها بس قليلا منها بفخر ولكن زي ما انتم شايفين كده ده كله بدون فخر تمام اما طبعا الفخر ده فخر قليل يعني فخر بسيط احسن طبعا من قبل كده يعني الفعالية دي تحسنت بشكل كبير جدا وبقت للناس اللي ما بتشحنش تقدر ان هي لحد عشرين الف تقدر تبدل ذهب وده حلو جدا وبرضو ده كويس جدا لفائلة الناس اللي هي بتشحن واتوقع انه بلاش المتين الف دي قدرة اللعبة يعني خلوها ببلاشها كمان خلوا الحد الاقصى مش عشرين خلوه متين الف دهب بدلا من عشرين الف يعرف يبدل متين الف دهب كمان بس وقفوا الحد هنا وخلوا المليون وحطوا صنف كمان اللي هو اتنين مليون دهب انا مش شايف في اتنين مليون دهب صنف موجود خالص ولكن حطوا مليون واتنين مليون واربعة مليون واتنشر مليون وخلوا المليون دهب بخمستاشر فخر والاتنين مليون دهب بمسلا بحاجة وتلاتين فخر او حاجة وعشرين فخر ايا ان يكن يعني وبقيت الحاجات دي بخمسة وسبعين ماشي اربعة مليون والاتناشر مليون برضو بخمسة وسبعين فخر خلوا الحاجات دي بماشي زي ما هي او خلوها خمستاشر وخمستاشر زي ما هي مليون واتنين مليون ده خمستاشر وتبدل فخر كمان برضو باتنين مليون هيبقى كويس جدا ومتوازن وفي نفس الوقت تبقى راضيته اللاعبين وآآ راضيته الناس اللي هي بتشحن شحن بسيط وده حاجة كويسة جدا صراحة لازم الواحد يتكلم عن الحاجة الايجابية دي وزي ما في ايجابيات دائما هناك سلبيات السلبيات اللي في اللعبة اللي احنا اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا واللاعبين بيذكروها في التعليقات ودايما بيقولوها لازم ان الادارة تلتفت هنشوف كده مع بعض في احد التعليقات لفت انتباهي وهنتكلم عنه ونطرحه للنقاش بخصوص اعتزال العديد من اللاعبين وطبعا مقاطعة اللعبة بشكل كبير جدا والحقيقة دايما بننوه على الادارة ان طول ما في حاجات كويسة جدا يا ادارة اللعبة طول ما اللاعبين هيبتدوا يستمتعوا النهاردة اتخذتوا خطوة ايجابية جدا بكرة بعد تتخذوا خطوات اكثر ايجابية هتلاقوا اللاعبين بدأوا يرجعوا للعبة تاني وتساعدوا شعبية اللعبة تاني مع طبعا الاعلانات اللي انتم مغرقين بها كل مكان والسوشيا الميديا كلها لا هتلاقوا كمان اللاعبين بيتفاعلوا مع الموضوع واتلاقوا ضجة اكبر للعبة وده اللي انتم مفروض تتمنوه يعني اكيد ما فيش شركة عاقلة انها هتتمنى الخسارة لنفسها تمام يلا بقى نشوف التعليق مع بعض اه الاخونا اسكر قال سلام عليكم هذا حساب انستجرام للشركة المالكة اللي هي الشركة الانجليزية تمام اه طبعا اه اسكر بينصحنا بان احنا نرسلهم ونقول لهم ان ادارتكم العربية اه اه قزت اللعبة او دمرت اللعبة وبتعمل على تخريب اللعبة طبعا اه ده كلام محترم جدا وكلام مزبوط ونتمنى من ادارة اللعبة انها تلتفت لهذا الامر انهم يبتدوا يحسنوا اللعبة لان الموضوع ده طبعا هيؤدي الى اه تأثير كبير جدا على شركة بابل جيمز تمام هيأثر عليكم جدا طبعا فيه معظم ادارة اللعبة على فكرة متواجدة في الاردن وده شيء اه معروف طيب الحاجة التانية انه اه شباب الادارة الناس المحترمين ان انت وصلت معاهم اه فيه ناس محترمة جدا من ادارة اللعبة اه متفاهمين للموضوع ومقدرين للموضوع ولكن ينقصهم حتة الايه الارادة او التنفيذ يعني ما بينفزوش يعني بتتكلم معهم كلامهم محترم جدا وناس محترمة جدا وكل حاجة لكن ناحية التنفيذ الجاذب التنفيذي والتطبيقي لا ترى شيئا يفلح معهم يعني لا ترى شيئا يتم تنفيذه على الارض الواقع اتمنى ان ادارة اللعبة تنفذ كل مقترحات اللاعبين يا جماعة الموارد لازم تكتر الحاجات المزارع اللي تم للطريقة القانونية لللاعب في الحصول على موارد يتم انتزعها منه ببلطاجة الكترونية هذا شيء يعني مرفوض تماما واي لاعب يرفضه واعذروني في التعبيرات لكن دي الواقع ودي الحقيقة وانا تعودت ان اقول حقائق وانا كل ما اقوله هو حقيقة بالفعل نقاط سبيدر التي تم تخفضها والتي تم تقليلها واصبحت قليلة ولا استطيع اللاعب ان يحصل على جوائز ولابد ان يدفع المال كثير الاتجاه النهاردة ان انتو عملتوه في الفعالية اتجاه ايجابي مش سلبي ويجب ان تستمروا في ذلك وايضا تعليقات اللي على الفيديو ده ياريت تستجيبوا اللاعبين فيها برضو تمام ده شباب حساب استيل فرونت شركة المالكة لباب الجيمز وايضا ده الحرب تلاتة وسترايك الف نيشنز النسخة الانجليزية والنسخة العربية بيتابعوا بحساباتهم طبعا على انستجرام بيتابعوا شركة المالكة شركة استيل فرونت رسلوا الشركة هم المسؤولين طبعا لو نقدر لو يزال هناك مجموعة عالمية من سجلات الالعاب ورئيس سوق في نوع لعبة استراتيجية للانترنت الحر يعني هما free to play online strategy game general يعني آآ لعب مجانية وكده يعني وبيقود السوق ده قصدهم يعني شركة استيل فرونت بلانشي انتوا هتقودوا السوق وكل حاجة بس تقودوا قيادة ناجحة وتزبطوا الادارة وبعض الناس كده في الادارة هي اللي يعني انتوا عارفين ساعات بيكون مثلا في حاجة نعم بقول لكلام ده للناس الشرفاء في ادارة لعبة انداء الحرب الناس المحترمة اللي موجودة في الادارة اللي انا عرفها بقول لهم انتوا لو مسلا عندكوا كوباية فيها آآ مية وجيت حطيت في الكوباية المية دي طبعا مية شفافة وحاجة زي الفل جدا وجيت انت حطيت نقطة سودة في قلب المية النقطة السودة دي بتلوس المية كلها وبتخليها لونها اسود فيعني آآ نقطة سوداء في نقطة سوداء عفوا في صفحة بيضاء صفحة بيضاء بداخلها نقطة سوداء طبعا ده بيفسد اي حاجة انتوا هتعملوها اي شغل انتوا هتعملوه هيتفسد بسبب وجود اشخاص غير الجديرين بانهم يكونوا في ادارة اللعبة طبعا يا شباب ده كان بالنسبة ليه موضوعنا عن نداء الحرب استمروا في المقاطعة استمروا آآ في مقاطعة الشحن واستفيدوا من الفعلية دي مش هقول لكم لا استفيدوا منها فعلية كويستة جدا وفي نفس الوقت تقللوا الشحن لا لا تخلوا الادارة تعتاد على الاموال الباهزة لما انتوا تعودوهم على الاموال الباهزة هيدنوهم هما ايه يدفعوكوا اكتر واكتر لكن لو عرفوا امتى الفلوس اللي بتدفع وان انتوا الفلوس دي بالنسبة لكم قيمة هيبتدوا يعرفوا قيمة الحاجات اللي بيحطوها لللاعبين ويحطوا حاجات مناسبة بدل اللي هما بيعملوه في بعض الفعاليات الاخرى يعني. اتمنى ان كل الفعاليات تتعالج بنفس النظام بنفس النظام ده. واشكركم شكرا جزيلا وعذرا جدا على الاطالة. وفيديو قادم كان معكم من شامل عسكري من سيرفر مية واحد.